السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخير هانين كاراكم زيانين سمناكم قاعدكم بخير وعلى خير فيما كنتو تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديال اليوم ما جيت ان شاء الله غدي نتقسم معكم جوج ديال الكيكات فقط بخالط واحد و ايضا غدي نتقسم معكم بالياغورت موجوج كيكات ديال الياغورت اللي كيجيوا رائعين طالعين اسفنجيين يعني نفشفشين من داخل ديالهم ناجحين في المياه في المياه غدي نعطيكم جميع الاصرار ديالهم باش ننجح معكم الكيكة فانتمنى ان هذا الفيديو يجيبكم ايضا ما تنساوش تبعين من الاول حتى الاخير باش تشوفوا معين مكو ونسوا الطريقة وكيف مالعادة ما نساوش قبل ما نبديو الفيديو ديالنا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين مهم ايضا ما تنساوش يابري الليكات ديالكم على الفيديو وانتو ما كتفرجوا ويلا هم معي مباشرة المكونات وطريقة التحضير فبسم الله على بركة الله والحاجة كناخدو هنا المونينكس اللي متوفرة في كل بيت مستحيل كتدخلي لشي دار ولا شي منزيب وما كتلقيش فيه المونينكس مهم مفضلت انني نخدم معكم بالمونينكس على حسب كبتوفرة في كل بيت كيف ما قلت لكم غدي نضيف فيها ثمانية ديال البيضات اللي يكونوا في درجة المطبخ بالنسبة للبيض ضروري يعني ادخلته في المونينكس او بالمكسور او بالطرر بالكهرباء ضروري البيض يتخدم مزيان وايضا يكون ضروري يكون في درجة المطبخ باش كيتلع معكم إلا كان في درجة بارد فالكيكا ديالكم ما غديش طلع معكم بزا غدي نضير ايضا رشيشة ديال الملحة اللي ضروري منها كاس ديال سكر ساندة غدي نضير كاس ونص على حسب مدككم جوج ديال الكيكات بخالط واحد ايضا غدي نضير ربعة ديال الشاصية ديال الفاني باش ننكهوا ديال الكيكا هادي ربعة كيف ما قطلحتو كتجي صرحة فنة غزالة كما قلت لكم طالعي ونفيش فشين من الداخلي يعني ونفيش كتك تغزو يعني اذا كطريف ديال الكيك راح بحلي ما هزينش بصفة نهائية يعني بحلي ما هزين حتى شي حاجة صف هنا مبعد ما وضعت البيض ارشيشة ديال الملحة كاس ونص ديال السكر ساندة او سكر الخاشين هنا مبعد ما وضعنا البيض ضروري من خلطوهم زيان فاضل مرحلة هادي حتى كيديرنا ذاك الكشكوشة ملفق يعني كتطحنو كتعودو كتطحنو 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 كتفير المونيكز ديالكم وكتولي وطحنو مزيان حتى كدير لكم هاد الكشكوشة هكا ملفق من بعض غدي نوضع كاس ونص ديال زيت آآ نباتية او زيت العادية هنسو ما كاس ونص بالنسبة لدي الكاس هادا كنعبر بكاس ديال رايب عرص قريبان هو الكاس ديال العلبة ما كانش شي فرق كبير يعني بناسهم غدي نولي نسد على الخلط الكهربائي ونخلط ذاك الزيت مزيان مع ذاك المكونات اللي وضعنا في الاول من بعد ما خلطنا ذاك ناخد هنا واحد الانا ونفره ذاك ذاك القوام ديال كيك اللي حدرنا مع بديتنا في المونيكز غدي ناخد هنا واحد سباتي وغدي ننزل بها ذاك الخليط اللي تبقى نادي الكيك صافي بالطريقة هذه ومن بعد غدي ناخد مباشرة غدي ناخد الدقيق بالنسبة للطريقة صراحة ما عبارتش معاكم على حساب الدقيق فيه انواع وانواع كين نوعية اللي كتشرب كين نوعية اللي ما كتشربش يعني كيختلف من نوعية الى اخرى غدي نوري لكم القوام ديال كيك ديالنا كيفاش كيجي في الاخير مهم هنا بالنسبة للطريقة كتضيفوه بالتدريج ما كتضيفوه اش دفعة واحدة يعني كتبقوا تضيفوه شوية بشوية وانتوما كتخلطوه وايضا غدي نضيف اربعة ديالاكياس من خاميرات الحلويات كل كيس كيوزن اه اه ثمانية جرام عفوا يعني من في اه ديال ثمانية جرام يعني غدي نضيفوه ان شاء الله اثنائين وثلاثين جرام في هاد الكيمياء هادية يعني فاد جوج كيكات غدي نضيفو فيهم اثنائين وثلاثين جرام ديال خاميرات الحلويات سوفي غدي نغربو لهم حتى هما باش ما يبقوا من ناشتك الحبيبات ديالهم ومن بعد غدي نخلط مزيان وهنا السر ديال هاد الكيكة هو واحد الكويس ديال الماء اللي كيكون سخون يعني ما كيكونش طايب غير كيكون كيف ما كنقولو كي نديرو لاصبوع ديالنا السر ديالو هو انا صراحة كيخلي الكيكة ديالك اطلاع وايضا كي تجي نفيش فشا من الداخل ديالها سوفي كان بقوا نضيفوها بالتدريج يعني كيمياء كيمياء ما كنقطروش بزاف بالطريقة هذي كما كتلاحظو شوفو معي القوام ديال الكيك ديالنا هانتوما انا ايضا غدي نضيف ملعقة ديال الخل اللي يمكن لكم تعودوها بالحامض تقريبا هكا معلقة كبيرة انتوما بالنسبة الخل ايضا عندو دور مهين في الكيك يعني كي يطلع وكي خليه يجين نفيش فش يعني ضروري واحد المعلقة ديال الخل ولا اه يكل الحامض ضيفوه خي يكون مالافضل ومالاحسن بالنسبة الياغورت خديت انا جوج علاب ديال ياغورت ديال الفاني كنضيفوه حتى الاخير يعني ما كنضيفوش الاول كنخليو داك الياغورت حتى الاخير باش كي بقنا داك الليكه او المضاق ديال الياغورت صافيحة الاخير وكنخلطوه مزيان هاد الكيكا كيف ما كنت لكم مشوفو معي القوام ديال هره ما كتجيش قاسحة وما كتجيش جارية في نسلوقس بالنسبة لاد المرحلة هادي ما غديش نزيد دقيق بصيفة نهائية غدي نخليها بحلاكة يعني كيف ما هي دقيق كنضيفوه في الاول ومن بعد كنزيدو داك الكويس ديال الماء وكنزيدو داك الياغورت وما كنضيفوش دقيق بصيفة نهائية شوفو معي القاوم ديال الكيك را كي يجي مرخوف ما كي يجيش قاسح وايضا في نفس الوقت ما كي يجيش جاري بزاف في نفس الوقت مويماتو ما كيف ما كتلاحظو معي القاوم خديت هنا جوج مولات ديال الكيك ديال لطة ديال الكيكا هدي هنتو بالقالين زيت رشيتهم بالدقيق سوفو غدي نفرق فيهم ذاك الخالط غدي نقسم الخالط ديالي على جوج يعني غدي ندير واحد نص ديال كيميا فادل الإناء هذا ونص ديال كيميا في الإناء الثاني بالنسبة للفران ايضا الفران كي يكون بارد انا دائما الكيكا ديالي كنطيبهم على فران كي يكون بارد حتى كننحط مهم الكيكا ديالي عاد كنشعل الفران وكننقص لهم زيان بالنسبة للفران ديال الكيكا ديال الكيكا ديال كي يطيبو كي يتحمرون مكان حادي يوم مكان هبطهم موال فقط في الجياء الفوقية وما هادوا عفوهم بعد ما خرجتهم من الفران سفي قلبتهم هنا فو حط بيسل عندي هنا راني كان نوريكم عندي هنا المربا وايضا عندي جوز ليند او الكوك باش غدي نزين ان شاء الله ويمتزين كي يبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم وعلى حسب كل واحد وباش كي يبغي يزين الكيكا دياله صافي دهنت مزيان الكيكا ديالنا كان دهنوها مزيان بالمربا انا استعملت المربا ديال المشماش يمكنكم تستعملو اي مربا متوفرة عندكم ومن بعد ما كان دهنوها كرشوها بالكوف كيف ما لاحظوا معايا هادو كي يكون شكيه لنهائي ديال كيك ديالنا كي مكتلكم جوش كيكات بخالط واحد كي يجيو طالعين شوفوا معايا كيفاش كي تجي كي تجي طالعا وايضا غدي نقطع معاكم واحد طريف باش شوفوا من الداخل ديالها كيفاش كي تجي كي تجي صراحة فنة نرى بقية سخونة نتو ما خلي واحدة بردعة تقطعوها شوفوا معايا ما يمكن تمنى انها تكون واضحة عد صراحة نراها الكاميرا او الفيديو اللهم ما عطيها الحق ديالها يعني مكتبانش كيف ما الواقع جات خفيفة ومسفنجة من الداخل يعني جات بحالبونش كيف ما كنقولورها من الداخل يالها جات بحالبونش فانتمنى يعني تعجبكم نتمنى ايضا انكم تجربوها فانتو ما يدرتو كيكا وحدا يمكن لكم ديروا فيها فقط ربعا ديال الحباة طيال البيض او ثلاث ديال الحباة صرهم كافيا في كيكا وحدا يعني الكيمية نقصم الكيمية انا قدرت جوج كيكا دكشي علاش ضوبلت الكيمية يعني ما نبقاش نخلط هنا وهنا فخلط القاوم ديال كيكا ديالي فضربة وحدا وقصمتهم على جوج ديال المولات فدو شكي لنهائي كيما كتلكم ركتجي غزة لصراحة وبنسبل ذاك المربا يعني كترتاب وكتشرب ذاك المربا وكتجي يعني طالعة خفيفة ايضا في الماضيق ديالها ركتجي روح في الماضيق فانتمنى انها تعجبكم تمنى تجربوها ما تنسوش الى تجربتوها تبرتجو فيديو مع اخوتكم وصحابكم ومعقال الناس اللي كتعرفوك فاضلا وليس امرا كذلك لو كتو جداد والان مرة كتشاهدوا هذا الفيديو ولي كتشاهدوا هذا القناة فكن نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معاليكم غيتشتركو فيها وتشغلو الجرس باش وقالتوصلو بكل ما هو جديد نتمنى كو خفيفة بريفا على قلوبكم كذلك الشي اللي كانت بقتا جمعاكم يكون كي ينال اعجبكم فما غدي سنطول عليكم دا باكتر من عكا هنقول لكم اللي باقي كشاهد الفيديو حتى دا باشكرا بستفع الحسن المتابعة وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله بسلام عليكم